صباح الخير يارب تكونوا في احسن حالي النهاردة وانتو بتشوفوني النهاردة هنعمل مع بعض وصفة من احلى الوصفات اللي ممكن نقدمها للغدا وصفة من المطبخ السوري حاجة كده سهلة وطعمة لزيزة واحلى حاجة فيها ان هي ما بتحتاجش اصناف تانية جنبها متأكدة لو عملتوها هتعجبكم جدا جدا يلا نروح نشوف تفاصيل الوصفة وطريقة التحضير بس الاول ما تنسوش تشتركوا في القناة وتتغطوا على زر الجرس علشان يوصل لكم اشعار بكل وصفاتي جديدة اول حاجة هنعملها هنبدأ بصدور الفراخ ما قطعها قطع بالطول هنتبقلها دلوقتي تتبيلة حلوة جدا هتخليها جوسي جدا وطعمها حلو والتوابل سهلة وبسيطة جدا التوابل اللي عندي هي عبارة عن ملح وفلفل وبصل بوتر وكاري وبابريكا ومعلقة من بوهرات الشوارمة لو مش متاح عندنا بوهرات الشوارمة مش ضروري خالص هسيب لكم طبعا كل المقادير بالتفصيل في صندوق الوصف كمان هحط علبة من الزبادي بتديها طعم حلوة جدا وبتساعد نهاية كونترية جدا هقلب بقى كل التوابل دي وهسيبها في التلاجة لحد لما تتشرب التتبيلة بتاعتها لحد لما نخلص بقية الخطوات الخطوة التانية دلوقتي اللي هعملها هي الرز انا هنا استخدمت رز بسمتي انا همستخدمة رز بسمتي اللي لونه دهبي من الضحة غسلته كويس وصفيته من المياه كويس جدا بعد كده هحط عليه معلقة كبيرة من الكاري ومكعب من ملقة الدجايك والملح كل كباية رز بسمتي هتاخد من كباية ونص لكبايتين اللي ربع الرز البسمتي بيحتاج مياه اكتر شوية من الرز المصري فغطي بقى كل ده وأسيبه يستوي براحته خالص لحد لما احمص العيش انا هنا عندي عيش بلدي عادي جدا العيش البلدي الحلو بتاعنا هقطعه كده قطعه متساوية وطبعا لما بنقطعه بالمقص او السكينة بيكون شكله مختلف تماما عن من نستخدم ادينا الحاجات دي يا جماعة بتفرق جدا فيه الشكل النهيئي للتقديم ممكن نحط معلقة زيت ونحمصه في الفرن وده بصراحة اللي انا بعمله على طول بس النهاردة هحمره معاكو في الزيت علشان نعمله زي المحلات السوري بالزبط بس طبعا تقدروا تختاروا ما بين انتو تحمروا في الزيت او يعني يبقى خفيف شوية نحمصه في الفرن وهيبقى حلوة جدا برضو في الزيت غزير جدا هننزل العيش ممكن ننزل واحدة كده نختبر الزيت نشوفه سخن كويس خلال لسه وبعد ما ننزل الكمية بتاعتنا كلها هنفضل نقلب عشان كله ياخد لون واحد مع بعض ما يبقاش فيه حتة اخد لون وحتة تانية لقى وهو مش بياخد وقته خالص على النار هو يعني يدوب بس دقيقة كده هتلاقوه اخد لون على طول سايفين العيش حلو ازاي اللونه جميل وسمعين صوت القرمشة بتاعته كده خلاص العيش جاهز معايا ساعلوا بقى نعمل مع بعض الفراخ بعد لما قعدت في التدبيلة شوية حلوين كده هحط معلقة من الزبدة وهنزل بفاصيل من الطوم المفروم الطوم من الحاجات اللي بتدي طعم حلو جدا في فتة الشوارمة بعد كده هنزل الفراخ انا عايزاها تفضل عن النار لحد لما تشرب المية بتاعتها ما بين كل فترة والتانية كده هقلب شايفين لونها حلو ازاي مش قادرة وصف لكم بجد راحتها قلبة الدنيا والفراخ كده كمان خلاص جاهزت معايا بسرعة تعالوا بقى نشوفوا الرز شايفين لونه وجماله يتاكل كده الواحد ومنجر اي حاجة لونه حلو بدون اي توابل معقدة شوية توابل بسيطة جدا هتخلي الرز زي الرز المطاعم بالزبط وبعد لما خلصنا كده فاضل اخر حاجة وهي السوس التومية عملت معاكوا قبل كده الفيديو بتاع التومية السريعة هزيبها لكم في صندوق الوصف وهقول لكم كده سريعا هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن بياط بيت ومعلاقة من التوم وكباية من الزيت هضرب البيت كويس مع التوم وطبعا التوم يكون مفروم وبعد كده هنزل كوبات الزيت دي تدرجيا هنزلها زي الشعرة كده لحد لما نوصل للقوام المطلوب لو انتو حابين تزودوا معلاقة زبادي على التومية برضه هتبقى طعمها حلو جدا ده على حسب اختياركو انتو لو مش عايزانها حامية قوي يعني او ممكن نستخدم التومية الجاهزة من هينز وقات كتير باستخدمها لما بكون مستعجلة بعد كده هنبدأ دلوقتي نجهز الطبق بتاعنا هنحط العيش المحمص وبعد كده هنحط الرزل بسمتي الجميلة اللي احنا عملناه وبعدين هنحط الفراخ وبعد كده عليهم سوس التومية ممكن نزينها بقى بلوز محمص او حبيتي من الرومان انا في العادي بصراحة مش بحط عليها اي حاجة هي بتكون كده شكلها امر من غير حاجة بس حبيت كده دلعها وانا معاكم بجد من احلى الوصفات اللي ممكن تعملوها واكلة مش طاقلدية وسهلة وسريعة وطعمها لذيذ جدا مش بتحتاج اي حاجة جنبها بتاعات كده بيكون نفسنا ناكل حاجة غريبة او حاجة غير المتعارف عليه فالوصفة دي هتبقى من الوصفات القريبة منك جدا والقريبة من قلبكو هتحبوها جدا جدا عايزاكوا تجربوها وتكتبولي رأيكو في الكومنت وهرد على كل استفساراتكو وتمنى من كل الفي ان فيديو النهاردة يكون عجبكو متنسوش اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشوفكم على خير في فيديو جديد باي باي